الحكومة البريطانية تكثف جهودها لتسريع عملية تطعيم المواطني فمسألة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا وعدم قدرة الإغلاق العام على الحد من انتشار الوباء جعل من عملية تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين أمرا حتميا بريطانيا قامت بافتتاح سبعة مراكز تطعيم كبرى جديدة في البلاد بهدف تطعيم مليوني شخص إسبوعين ولكن حتى الآن وعلى مدار شهر ونصف مضون لم يتم تطعيم سوى مليوني شخص وهو العدد المطلوب مضاعفته سبع مرات في خلال الأسبوع الخمسة القادمة والتي تعد الأكثر خطورة على بريطانيا الأسبوع القليلة القادمة ستكون الأسوأ من حيث أعداد المرضى والضغط على الخدمات الطبية ما نحتاج أن نقوم به حاليا في الفترة التي يحتاجها التطعيم ليصبح فعالا هو أن نضاعف من التزامنا بالإجراءات رئيس الوزراء بوريس جونسون قال أن المشكلة تتكمن في أن المواطنين تحمسوا بسبب بدء توزيع اللقاح مما جعلهم يتراهوا في الالتزام بالقواعد والإجراءات أعداد مرضى كورونا في مستشفى بريطانيا الآن وصل إلى 30 ألف مريض أي تقريبا ضعف من كانوا في المستشفى في الموجة الأولى ولكن قدرة الأجهزة الطبية على المواكبة تتضأل والخلاص أصبح مرتبطا بالتزام المواطنين وحرصهم من لندن أحمد العناني العربية ترجمة نانسي قنقر